أسيس صالح ماندي الناس كل مشاركة الناس كل معناها معناها الناس كل اليوم وعند يدس ايديه نشوفوه في المراعب الكل الحقيقة معناها هنا من غتي وش عين الشمس بالغربة ومسؤول علي الناس كل الاطراف الك الكيمة كان يحكي ثم تلقى شكون عندو من جامعة يدخل ثمشكون من الفرق يدخل ثمشكون من لهابن يدخل ثمشكون عندو من عائلتو يدخل ومعناها الاطراف الكل مش انتم وكوه في مباراة الكل بوا نحاولو ديما نحسنو ديما نحاولو انو الليميتي ويفو ليميتي وكاو مانيا بيانسور اذا ثم امكانية باش تتخذ كما كان يحكي السالح قرارات حاسم وصارمة ومثلا تجيه مثلا كما كان يحكي مرة ولا مرتين توقف مباراة كمبليتمان وتولي التبخ كما كان يحكي والله طو فكرة مثلا حاكمة تونسيها جامعة شد تسحيح ولي انتو غلين موضوع معاش نحكيو فيه صارت البارح فما صار اجتماع صار اجتماع مع رئيس جامعة تونسير الخدم وبعض الاطارات السامية صارت بوزارة الداخلية لضمان افضل ظروف نجاح نهاية الموسم الرياضي دي 2020-2021 واهم ما صار في الاجتماع دي هو انو ضرورة سرامة في تطبيق البروتوكول الصحي مع التقايد باللعب دون حضور الجمهور في كافة الملاب دونك ما نخرج بعض ما فايت الفوت ولكن ما زلوا دجور نيه ولا ما حالا عنا كافة الموجنان ولكن يجي ميسير قبل لذيه مع تمرين اخيرينا برشة مباريات احنا قبل صارو اللي توخروا بدرجين والبعض ساعة لخطر الجماهير كانت موجود ماشيوش اللي بعيد احنا في مباراة الدربي لا ليه في دقيقة ايش وثمانين خمس وثمانين ضال الحكم وقف المباراة تخطر عضور الجماهي ماذا انتي افاز من ترح للرطور فاز كاملة بيناتهم تفيد قرارك كنتوه ماذا هناء بفهمت دقيقة زيت قبل ما تتفاعل معاك قبل ما نتفاعله في الموضوع ديه عنا كلام متاع غازي عبد الرزاق نسمعه ونرجعلك زياد نتفاعله معه هذا كلام غازي عبد الرزاق بعد المباراة وسؤالين بعد الكلام هذي باش ننشنيه به اسكو ما تراش انتي التوخير هذي متاع ساعة غربو قبل المباراة والملعبية كما قالك اللي سخنوا مارتين ولا ثلاث اسكو ترها انتي ايجابية نوعا ما بالنسبة خطرين بعض المردود ديريكتو مو دخلوا في صلب الموضوع الملعبية كما قلنا بتخيقلول للينا فرص رملي مش برشة ولكن للينا ديريكتو مو المنساسي كما قلنا نصيا نستنيو في فرصة لولا اسكو ما تراش اليبوتاتر زيت التوخير هذي كخلي ستريس يطلع يطلع للينا جواريت ديريكتو مو ترشقت فوق تراه وسيبت اللي كان معتك كثر استرس وقالت راه نيجاتيف وكن راهو دربي مخير ببرش لا لا انا راه سلبية سلبية ما انت خطر واحد يسمو يعيشهم اللحظات هذو ما راهو جوار يبدى حاضر ويستنى يبدى في استنى بالدقيقة ودرج وقتش يزفر الاربيتر وخاطر راهو كيدخر في اللعبة ينقص بالعكشة كسترس اللي كان موجود وكل شيء ولمسئولين والمدربين والإطار والهيئة مديرة مننا ومننا ونسا على العصابة هنستحذر جمعة كاملة تحب ولا تكره الترح دربي معناها انت كتوقفوله والبريبارتر فيزيكي واللي معاش عنده عالي شنو بش يبني عمل يشوف ممتاعه بردهم له بش يعاود ميعاودش تدبونه من الوقت ثم وقت اللي خليه بتاتر ينشاني ديركتمو هكا شوية يعمل امتاع بردهم وثم وقت اللي يفوت ويزم ويعاود ملو جديد وكيباش يعاود ملو جديد هل حساب شنوه ورحساب انا مخزون لي لي معناها سكلير كو سلبي على الاخر ما انت متنجمش متنجمش حتا ذهنيا حتا ذهنيا ناس محظرة باش تدخل في ما تشوها واحد ينجم يخلق كل سواء الفاريخ شكون معناها اما ينجم يخلق كل فارق الزوزي وينجم يقرق الفاريخ خالح ساب اخر حتى هنا بش يدخل فيها شكون اللي ذهنيا قادر انه يتحمل نوعي الضغط هذا وشكون معناها اللي ذهنيا حما ينسرتان اندرانس منطالة اللي تخليه معناها كل سواء لازم يتقلقش معناها مهما يكون معناها ولكن هذا سلبي سورتوفي وحتى المتفرج المتفرج معناها الناس ما انت هرا هو يفورس بيكتيل معناها اوكي ما زلنا مو سننش نيفو متاع الدروات اللي عالي ودرش وام يفورس بيكتيل معنا انت غدوة انت غدوة تبيع البطولة متاعك وتاخد الدروات اللي قويين وكل شي يفورس بيكتيل وقت وكل شي معناها سعيد برشا مضرر للناس الكل على جميع المستويات مهوش معقول معناها ان شاء الله هاولت يكون تحكي على الكميونيكي ومعناها جورنيات انا انا ديما نغزر الكوتي بوزيتيف لشوز اوكي ماخر ما ميسالش نبداو بقرارات كيف نحكي ونطبقوه ميسالش مش مشكل عمجان حسنو مخير اذا ثم معناها اما جو بريفير كن يا زيد حبيت نخدم بسؤال اللي ما كنا حكينا في قبيره لكن مش نسألوكتو اسكو متراش اللي الكارتون روج وغلط تايفا المباشرة كما قلت هي معتلي حكمه في الدربي ولا تراه معواما اخرى كيما الكوتشينج متاع متاع الوحيشي ودخلة الضوادي ودخلة الضوادي وكيف كيف زاد الشماخي اللي كان ورا العدف ما يمكن زاد موين الشعبينين كما قلنا ما استعملش وراق الكل فما جوارات البنك كان ينجم يستعملهم في المبارات هذه خاصة كيروه لكل يبالي ما كانش في المستوى في المبارات هذه كان ينجم في بلاس يخرج شتي يخرج هو ويدخل الشعالي بلغيث بلغيث دي ما سمي بش يخرج بلغيث معتلي بلغيث اللي يمكن كان خير ما يكون يبالي ريني خارج الخدمة كما تراش انتي اللي العوامل هذي كله خاصة للحمرة وغلطة وغلطة عيفا هما اللي هزوا الدربي الواحد واحد اللي نتيجة نهاية هذي شوهو مغير غلطة ومثمش اهداف ومثمش سيكلير مع انت اللي يفوت وقبل ما ندخل واندريكت بانسور اما قبل ما ندخلوا غاديك سيكلير كمنصر قاري مريح حسب مريط اللي منصر قاري مريح المبارات قاري مريح التارجي قاري مريح قاري مريح خلعب ومعناها كتشوف البلوك البلوك معناها بتاع نادي الفريقي قاري مريح خلع نادي الفريقي ثم دي ممو اختار بلوك با ثم دي ممو اضغط على التارجي والتارجي تلاز باش انو يخرج الكورة طويلة ماخداش ستيل واحد وقاعد دعا برممو ثم دي ممو يضغط ثم دي ممو اللي تايح الريتم ياخون فاسمتاع ويطايح البلوك وبركوا با يستنى المرتديات مع تيزا ثم ديز اوپورتونيتي متاع دي كونتراتك دي محبطي النيو filمو اللي تلازل لتسنع حفيا تارجي أفضل هناك 8 مهمة ياسرون ذاستم يقرأ في مباراة التي تبدأ انتي فعل فاوري راو الأدفرسائري الجميع يقرأي أسهل ما انت تقرأ ما يعني؟ خاطر انت مطالب سوف تكون سوف تكون شمبيون انت تكون قلفيه كوب دافريك على ورق سوف تكون الفاوري على المباراة تكون الفاوري سوف تكون على ورق اذا ما يحدث انا المطالب انا اصنع اللعب انا مطالب لك لعبك ونقرر لعبك ونرى نقاط خود انا مطالب مني يجب ان يكون الفريقي هو اللي يتأقلم مع الترجلة التونسي مش ترجلة التونسي يتأقلم مع نظم واذا يعمل المنتصر كان ذكي هنا هنا منتصر كان ذكي يتأقلم شاف الوضعية اللي هو اوتسايدر ما هو شفوري قرام ليح اما اللي تحسب له انه القراءة قراءة انا جو تروف اللي قراءة فريمان قرام ليح بالليح لسبرانس العرف نقاط قوت ونقاط ضعف الترجلة التونسي والعب عليهم والكوتشينج الحقيقة معنى الكوتشينج فريمان هو توفيق من عند ربي ولكن لا لا يتحسب له هذا يتحسب له معنى هذا من هذا يتحسب المدرب احنا الكوتشينج كما مدرب ينجم يعمل كوتشينج يسجل بي هدفه وستيلو كا كما ينجم كوتشينج دخل جواري مركز لا كما صار مع البدوي في الكوب دافريك دخلوا بشعون هذا مركز لا وثما في رق خورين برشة زهروا برشة وثما في رق خورين دخل اللعب وجبعيت وقبل تزوز ثلاث هداف وتبدلت لعبة كانت في صنص وتبدلت وفي أعلى مستويات رو مش نحكي كان في دونكس كيفي بونا هنا يا حبيدة نحكيه شوية حنا حكينا على بن يحيا من عرش كانت بن يحيا على وسام بن يحيا ايه وسام بن يحيا ما كان عنا الوقت ولا من بعد نرجع له نرجع له نرجع لهم بعد خد تقول الاربع ما كتعرف الأخبار حاجة مخدسة نمشيوا مع اخر الأخبار العالمية والمحلية ترجمة نانسي قنقر